الانتخابات الأمريكية لم تكن فقط غريبة في نتائجها أو في زمنها وهو زمن الكورونا ولكن أيضا في حملاتها الانتخابية التي أضافت عنصرا هاما وقويا خلال الدعاية وهو الشراء أونلاين لمنتجات خاصة لكل من المرشحين نصديف عبر زوم الاختصاص في الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة جوناتين كاروش جوناتين هو كما وصفته مجلة انتخابات وحملات عام 2008 النجم الصاعد في سياسة أمريكا وذلك خلال انتخابات 2008 والتي فاز فيها باراك أوباما ذلك السيناتور الشاب يومها جوناتين اليوم هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة ليبرتي للاستشارات في الديجيتل والماركتينج للأحزاب والشخصيات السياسية مساء الخير جوناتين وأنت من بوستن عبر الزوم نقول لك كونغراتوليشن مبروك شكرا جزيلا شكرا لقد كان أسبوعا طويلا ولكن نسوا عداء بالنتيجة على كل ما قلت لي أنه ربما سنكون على الهواء يوم الأحد ولن يكون هناك رئيس للجمهورية ولكن أمس أعلن بايدن بأنه هو رئيس ال46 للولايات المتحدة جونتين أريد أن أعرف ما هو الفرق بالحملات الانتخابية هذا العام عن الحملات الانتخابية السابقة التي أنت شاركت بها أعتقد أن هناك العديد من الفروقات طبعا الإقبال والمشاركة في هذه الانتخابات كان الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة والمرشحان حصل على عدد أكبر من أي حملة سابقة في التاريخ الأمريكي وأعتقد أن ذلك كان طبعا بسبب الطبيعة الرئيس الحالي وأيضا مع وباء كورونا وهذا الرئيس أو المرشح الرئاسي كان لديه قدرة استثنائية وفريدة لتحريك والتواصل مع داعمه وأيضا طبعا استطاع أن يجلب الديمقراطيين التقدمين وغيرهم ولذلك كانت طبعا هناك انتخابات آيديولوجية والتي أثرت كثيرا وشاهدنا هذا الإقبال الرائع في خضم وباء كورونا غريب أن تقول ذلك وهو ليس بالكاريزما مثل باراك أوباما أو دونالد ترامب يعني الاثنين حملاتهم الانتخابية كانت مهمة ومعتمدة على كاريزما الرئيس نعم نعم أعتقد بأن هذا صحيح دونالد ترامب بكل تأكيد لديه كاريزما تجذب الكثير في قاعدته وطبعا بطريقته الفريدة فأيضا طبعا الأمر أصبح بشأن شخصيته وبشأن طبعا أيضا طبيعته أما كاريزما أوباما فبكل تأكيد هي متفائلة ويتطلع إليها الناس أما كاريزما ترامب فكانت مبنية على توجهات وليست مبنية مثلا على التوجه الذي أراد الكثير من الأمريكيين أن يتجه إليه ولكن الرئيس المنتخب جو بايدن ربما لا يعرف بأنه شخص ذو كاريزما ولكنه قائد وهو ليس مثل أوباما أو ترامب بكل تأكيد ولكن الناخبين كانوا بكل وضوح أرادوا أن يغيروا الشعبوية التي يمثلها ترامب نعم جونتان كأكسبرت للحملات الانتخابية كأخصائي على ماذا ركزت حملة بايدن وعلى ماذا ركزت حملة ترامب أعتقد أن حملة ترامب كانت تركز كثيرا فقط على جلب قاعدتها وجذبهم طبعا دائم ترامب كانوا طبعا قد حاولوا جذبهم تكتيكيا وطبعا هذا قد بدأ وظهر بأن هذه الاستراتيجية لم تكن ناجحة أما من منظور حملة بايدن فإنهم ركزوا على إعادة بناء اتصالته مع السكان في المدن ووضع موطئ قدم في العديد من الأماكن التي خسرتها كلينتون في الانتخابات الأخيرة الوزير كلينتون وطبعا أرادوا أيضا جذب العديد من المستقلين والذي ظهر بأنه كان استراتيجية ناجحة أما بشأن الرسائل واستراتيجية الرسائل فربما كان هناك العديد من الفوارق بين المترشحين بشأن إصلاح الرعاية الصحية والهجرة وسياسة الخارجية وربما القضية الأكبر هي وباء كورونا حيث إن حملة بايدن كانت تركز على الحاجة لأن يكون هناك تحرك مجتمعي لإحتواء الوباء وطبعا حملة ترامب كما قلت خسرت في ذلك وركزت على الاقتصاد فقط وذلك كان أظن الفارق الكبير بين منظوري حملتي الحزبين في الانتخابات نعم تحدثت عن وباء كورونا ولكن كورونا أيضا بالحملات الانتخابية تشجعت أكثر ربما الشوب أونلاين أو التسوق أونلاين لمنتجات كل من المرشحين قبل أن نتحدث عن هذا الموطوع جونتان اسمح لي أن نرى تقرير صغير عن ماذا حصل بالشوب أونلاين في الولايات المتحدة هذا العام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ركز على سوبرهيرو على البطل الذي هو يعني يشبهه سوبرمان كل هذه الشخصيات للقصص الخيالية والروائية في الوقت أن بايدن ركز أكثر على مثلا السانيتيزر على كيف تبني الولايات المتحدة على الأمور الواقعية أكثر أعطيني فكرة عن روح وفكر هذه الحملات وإلى أي مدى أنتم عرفتم أن الشوب أونلاين كان عنصر جديد في حملات 2020 أنا لست متأكدا ما إذا كان هناك مكونات جديدة ولكن حقيقة أن المرشحين لم يستطيع قيادة الحملات بالتواصل الشخصي مع المتطوعين والحشود والتجمعات وخاصة بالنسبة للديمقراطيين أعتقد بأن في آخر المراحل كان هناك حشود أكثر للرئيس ترامب ولكن كان هناك خليف بشأن إدارة الحملتين طبعا والإدارة التقليدية حيث يكون هناك تواصل شخصي إذن بكل تأكيد رأينا زيادة في التواصل عبر الأونلاين وعبر الإنترنت وأيضا التبرعات عبر الأونلاين للمترشحين حملة ترامب طبعا كانت تقود في التبرعات عبر الأونلاين ولكن مع تقدم الانتخابات والوصول إلى المراحل الحاسمة رأينا زيادة عظيمة في التبرعات لحملة بايدن والذي طبعا كان يقوده طبعا الدعم الشعبي لجو والغضب ضد دونالد ترامب من اليسار وأيضا دور الشخصيات المشهورة في جمع التبرعات من خلال الفيديو لجمع التبرعات إلى حملة بايدن نعم هناك شعار شهير بحملة أوباما يس وي كان طبعا ترامب جريت أمريكا ولكن لم يكن هناك شعار حقيقي استطعنا أن نتذكره إن كان في حملة بايدن أو في حملة ترامب هذه السنة أعتقد أن حملة بايدن قامت باتخاذ قرار استراتيجي للابتعاد عن التشدد الوطنية وغيرها من الشعارات مثلا شعار جعل أمريكا عظيمة والذي هو شعار حملة ترامب لا أعتقد أن إدارة بايدن كانت قد أضافت أي شعار إليها وشددت عليه رأينا من حملة ترامب ولكن هناك قرار استراتيجي من حملة بايدن بأن تجنب أي شعارات وطنية أو قومية يمكن أن مثلا تكون مشابهة لحملة ترامب كانت هناك فقط تصريحات بشأن جعل أمريكا عظمى ولكن طبعا الأمر يتعلق بتطلعات الشعب وتطلعات المرشحة وهو مخالف تماما لشعار ترامب جنتان أعرف تماما كيف تحصل فكرة الحمالات الانتخابية بمعنى روحها هل هناك مبادئ معينة للحزب ترتكزون عليها ومن ثم تقومون بأعمال أو بشعارات أو بتصريحات لها علاقة بالمبادئ الأساسية أم لا تفكرون بمبادئ الحزب وتقومون بحملة لها شعبية وسيكون لها صدى كبير بين الناس أعتقد بأننا نسعى لأن نرسل رسائل بكل تأكيد بشأن النشاطات ومواضيع الحملة هذه نركز عليها بالنسبة لحملة ترامب رأينا مثلا مواضيع تدور حول النظام والقانون والحضور القوي للشرطة وأيضا طبعا الدعوة للحديث عن العنصرية وفتح البلد وإبقاء الاقتصاد مفتوحا أما من جانب بايدن فرأينا دفعا لأن يكون هناك اندماج وتنوع في المجتمع وطبعا محاربة التمييز العنصري والديني ورأينا طبعا التركيز على كورونا والتركيز على العلم لمقاربة هذا الوباء وأيضا التواصل بشأن النشاطات البيئية حتى نقلل التغير المناخي وتدعياته وأظن بأننا رأينا هذه المواضيع تظهر كثيرا أمام الجميع نعم كنا نفتكر أن الاقتصاد هو الأهم بالنسبة للحملات الانتخابية في الولايات المتحدة ولكن فوز بايدن يعني أن الكورونا ربما كان العنصر الأساسي في هذه الانتخابات صحيح؟ نعم أعتقد أن فيروس كورونا والاستجابة لهذا الوباء كان القضية الأساسية أكثر من الاقتصاد في هذه الانتخابات دعونا نتذكر بأن النصر لم يكن هامشيا والولايات المتحدة قلقة دائما بشأن الاقتصاد ولكن أعتقد بأن الرئيس ترامب ومقاربته للوباء وربما سوء إدارته للوباء هذا جعل الناخيبين يتجهون إلى بايدن ويصوتون له إذا كنت لديك اليوم درس تعطيه في الجامعة لطلاب الحملات الانتخابية أو الماركتنج أو الأدفرتايزنج ماذا تقول؟ أين أخطأ الحملتين؟ إن كان حملة الانتخابية لترامب أم الحملة الانتخابية لبايدن؟ هل هناك أخطاء أنت كأخصائي تقوله لتلاميذك؟ بكل تأكيد الأخطاء من جانب حملة ترامب كانت الإخفاق في التواصل مع تحالف أوسع حملة ترامب قررت بأنها لن تفوز مرة أخرى أو تفوز بأصوات المستقلين وطبعا هذا ضروري للفوز بالانتخابات هناك عدد من الديمقراطيين وعدد محدد أيضا من الجمهوريين وهناك ناس في الوسط مستقلون والذين أحيانا كثيرا يقررون من يكون الرئيس وطبعا أيضا ركزوا على فقط محاولة الحصول على أصوات أكثر من قاعدتهم وطبعا هذا لم يكن استراتيجيا إذا تحدثنا عن الاستراتيجية وطبعا هذا كان كما قلت الخطأ الرئيسي بالنسبة لترامب أما حملة بايدن فأظن بأنها تفوقت في أنها كانت لها عمليات لاستهداف المستقلين والذين لم يقرروا بعد وباستعمال العديد من الأدوات من واقع التواصل الاجتماعي والإعلانات وستطاعوا تقديم العديد من الرسائل الشخصية مباشرة إلى أولئك المستقلين وذلك طبعا أحدث الفارقة وجعل بايدن يفوز في نهاية المطاف فالمستقلون كانت ترسل إليهم رسائل كثيرة بأن بايدن يهتم بهم وأنفقوا ملايين الدولارات في هذا المجال وكما قلت وملايين أخرى لتواصل إلى أولئها هؤلاء خصوصا عندما تقوم بحملات انتخابية جونتن يكون هناك أيضا تحتير للخطابين يعني خطاب الرئيس وخطاب نائب الرئيس في حال الفوز أو في حال الخسارة يعني أنا أريد أن أعرف كواليس هذه الأمور يعني بيكون بايدن الفريق قد كتب له أو معه خطاب الفوز وخطاب الخسارة قبل أن تحصل النتائج والأمر نفسه بالنسبة لنائب الرئيس كامالا هاريس وأيضا من الجهة الأخرى دونالد ترامب ومايك بينز أستطيع أن أقول لكم بأن حملة بايدن كان لديها تحذيرات بكل تأكيد للنصر وللهزيمة في الانتخابات وحضرت خطابين أما من الجانب الجمهوري فدونالد ترامب كان لديه خطاب للنصر ولم يكن هناك خطاب للاعتراف بالهزيمة ولذلك فإن الرئيس لم يعلن عن هزيمته بعد على الأقل لحد الساعة لمحاولة نجزة الانتخابات عن طريق القضاء طبعا كما قلت أظن بأن ترامب لا يفكر في هذا الأمر إطلاقا أي في التنازل ولم يكتب له أي خطاب أما من جانب بايدن فأنا أعرف بأن هناك خطابين خطاب القبول الرئاسة وأعلم بأن الخطابين كان يركزان على توحيد الأمريكي في المقام الأول وبغض النظر عن النتيجة الولايات المتحدة أصبحت منقسمة كثيرا وأكثر من أي وقت مضى في تاريخنا منذ الحرب الأهلية وأعرف بأن حملة بايدن كانت تركز بغض النظر عن النتيجة على إيجاد خطاب حيث الديمقراطين والجمهوريون يجتمعون معا لمصلحة الولايات المتحدة ويضع خلافاتهم جانبا أو خلفهم يعني بمعنى أن بايدن لو خسر الانتخابات كان سيطلب من مناصريه أن يلتفوا حول الرئيس ترامب في تجديد ولاياته هذا ما تريد أن تقوله ماذا تنتظر يعني جوناتن؟ هل تنتظر أنه سيذهب إلى المحكمة أو ربما ينتظر لكتابة خطاب الخسارة؟ أنا لست مقتنعا بأنه في هذه اللحظة بأن ترامب سيلقي خطاب الهزيمة في أي سيناريو من المحتمل نعم هناك أخبار من واشنطن بأن مستشاريه وبأن المحامين وغيرهم طبعا يريدون أن يكون هناك طريق تقليدي في التنازل حيث يلقي خطابا للإصلاح ولكن الأمر أظن بأنه لن يحدث اليوم ولا ينبغي ربما أن يقوم بهذا ولكن أعتقد بأن الأمر سيطول حتى تنتهي كل الطرق القانونية التي سيسير فيها والولايات المتحدة ستنتظر لترى كيف سيرد الرئيس كما قلت فطبعا هل سيمتثل للتقليد أم أنه سيرفض ولا يقر بالهزيمة ونحن لا نعرف هذا الآن شكرا لوجودك معنا ومبروك الانتخابات الأمريكية والإسلاموفوبيا والحملات السياسية كانت مواضيعنا لهذه الحلقة ملفات عديدة ستعود إلى الواجهة مع الرئيس الجديد في الولايات المتحدة وملفات ستخفض شكرا لوفائكم وتصبحون على ألف خير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة